فما يقاسيه المجتمع اليوم من انحراف الشباب إلى الجوالات أو غيرها هذا نتاج عدم معرفة هذا النتاج الأولى أن الشباب لم يعرفوا من أوجدهم أو لم يعرفوا بعد أن عرفوا من أوجدهم لم يعرفوا لماذا أوجدهم ما هي مهماتهم في الحياة وكيف نرسم لهم وهذا وظيفة الدعاة إلى الله وظيفة العلماء إذا بقي الشباب منفصلين عن الكبار سيحصل هنا انقطاع بين سلفهم وبينهم فليست الإشكال في الجوال الإشكال في العبول فكيف نصير هذه العبول فكان شغلهم التفكير كيف يعمرون هذه البسيطة بما يحتاج إليه الناس مع صبغة الإسلام نورانية الدين أو صلوء إلى الناس اليوم نحن نحتاج هذا الصلف من الشباب بسم الله الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبهم وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دmus المعاني نحن نعطف على الناس فبيرنا كنا نستخدم معاهم بس نسيحا الظهر بحثينا ويستخدم كنا نستخدم معاهم أيضا لكن حبيبي، المسيح الأول، ما شاء الله عن المشباب نعنا في خاص من البيت في ربو تعالوية هذا سؤال عن المشباب أول شيء، الشباب الآن نواجه الفتن كثير، منه الفتن جوال، ما شاء الله نعمل البحث كل رجل يعني كل شباب خاصة في جاكرتا هو أمام جوال ممكن أقل شيء خمسة ساعة أقل شيء هذا لسيما الذي يعمل في الجوال ممكن عشر ساعة ممكن إحدى عشر ساعة أو أكثر مع أن مسؤولية شباب مسؤولية كبيرة كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لن تزور قدم ابن آدم حتى يسأل أن خمس منها عن شبابه فيما أبله كيف حبيب نستعد نفسنا لإجابة هذا السؤال أمام رب العالمين تفضل حبيب بسم الله نحمد الله تعالى على هذا اللقاء المبارك وهذا حم يشترك فيه الكل فيما يتألق بمرحلة من المراحل العمرية التي أعطانا الله تعالى إياها وضماننا إياها وسيسألنا يوم القيامة عن حقها كيف أقمنا حقه سبحانه وتعالى فيها فالشباب هي مرحلة من المراحل العمرية التي اعتنى الإسلام واعتنى نبي الإسلام صلى الله وسلم عليه وعلى آله أن يقوم هذه المرحلة لأجل أن تستثمر ويبدأ تقويم هذه المرحلة من الصبع من الناشئة يبدأ بهذا الأمر باهتمام الوالدين في حسن تنشئة ناشئتهم على معرفة الغاية في الوجود من الوجود لماذا أوجدنا الله تعالى؟ فهذا أصل من الأصول التي ينبني عليها المعرفة المستقبلية في حياة الإنسان وخصوصا في مرحلة شبابه مرحلة الشباب ذكرها الله تعالى في عدد من آياته فمثلا قال سبحانه وتعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزيدناهم هدى لما كسر سيدنا إبراهيم الأصنام قالوا من فعل هذا بعليهتنا أنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتن يذكرهم يقال له إبراهيم فالفتوة هذه عبارة عن مرحلة وهذه المرحلة لها أعمال وبرامج ونشاطات ترجع إلى خلفية هذا الإنسان فأول ما يحتاج إليه الشباب كلنا نحتاج أن نكون مجندين لإيصال هذه المعرفة للشباب أنك لم توجد نفسك في هذا الوجود والذي أوجدك رسم لك منهجية عظيمة تسعد بها في الدنيا والآخرة فتتعرف أولا على رب هذا الوجود ثم تتعرف على الوظيفة التي أنزلك الله تعالى فيها في هذا الإطار من الحياة العمورية النبي صلى الله عليه وسلم كان همته وحركته في هذا الإطار بالذات فلو استعرضنا الفئة العمرية التي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدناهم في هذه المرحلة على الخصوص في مرحلة الشباب أو ما قار بالشباب والعجيب أنهم كلهم منصابغين بفكرة واحدة وهمة واحدة حتى من لم يصل إلى مرحلة الشباب ما تسمى الآن بمرحلة سمونها مرحلة المراهقة وهذه كلمة اختزلت فيها شرور كثيرة مرحلة المراهقة لا يحق لنا أن نتخذها ذريعة لأن نغطي أخطاعهم لا يزال مراهق لا يزال صغير هذا بذاته صير عند الشباب أنه صغير ولو كان في سن الشباب بل يصل إلى حد الكهولة فيصير شيخ يتصاب لأن الخطاب الذي تلقى في مجتمعه كان خطاب يبين له أنك لا تزال صغير لا تزال لكن انظر إلى الخطابات العلوية القرآنية النبوية خطابات الشيوخ المربين يخاطبون الأطفال الصغار أنك أنت قائد في زمانك أنت إيمان في زمانك أنت يمكن أن تقود غيرك ولو نظرنا إلى الفتوحات قامت على أيدي الشباب بل الذي كان يقودون الجيوش حتى في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم عقد لواء لشاب من شباب المسلمين تربى على أيدي رسول الله سيدنا أسامة بن زيد ما تجاوز السابع عشر من عمره وفي هذا الجيش أكابر الصحابة لكن النبي يدرب يدرب الشباب على مهمة مستقبلية محمد الفاتح الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم أن تفتح القسطنطينية على يده لم يتجاوز الثامن عشر من عمره حارثة بن النعمان الذي وصل إلى أن نال أعلى شهادات في هذا الوجود أعلى من شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والأستاذية والبروفيزور وغير ذلك شهادة المعرفة من رسول الله نالها وسنه ستة عشر سنة عرفت فلزا بشر النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة هذا من أهل الجنة وهذا من شبابها الجنة كل يدور في محيط الشباب هذا يدعونا إلى أن نهتم بهؤلاء الشباب في هذه المرحلة واهتمامنا بهم في هذه المرحلة أن نهتم بما قبل هذه المرحلة حتى لا يصل إلى هذه المرحلة إلا ويكون كثمرها التي تقطف فينتفق بها المجتمع فلا نفكر في الشباب في مرحلة شباب بل من صغرهم فما يقاسيه المجتمع اليوم من انحراف الشباب إلى الجوالات أو غير ذلك هذا نتاج عدم معرفة هذا النتاج أن الشباب لم يعرفوا من أوجدهم أو لم يعرفوا بعد أن عرفوا من أوجدهم لم يعرفوا لماذا أوجدهم ما هي مهماتهم في الحياة وكيف نرسم لهم وهذا وظيفة الدعاة إلى الله وظيفة العلماء وبلدكم هذه تشرفت بعلماء كثير ينتسبون إلى الدوحة النبوية إلى محبيهم ينتشرون في كل مكان هذه مهمتهم أن يرسموا مناهج تساعد الشباب في هذا الزمان على أن يستوعبوا دينهم كما استوعبه الأوائل مجدد الدين في كل زمان كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من وظائفه أن يجدد الوسائل والأشياء التي تناسب الناس في مجتمعاتهم على اختلاف أعرافهم طبقاتهم سنهم يرتب لهم الأمر هذا حتى يجدد لهم الفكر والمعرفة والنشاطات إذن هل هذه المشكلة أولا أن نعرفهم أولا أن نتعرف على الشباب نتعرف على مشاكل الشباب ثم نعرفهم ثم بعد ذلك ندخل إلى هذه المشاكل بمعالجات قريبة إلى طباعهم وإلى أفكارهم فنأخذهم خطوة خطوة من البرامج العملية التي يحتاج إليها الشباب يحتاجون إلى حاجتين مهمتين أن يجلسوا مع الكبار إذا بقي الشباب منفصلين عن الكبار سيحصل هنا انقطاع بين سلفهم وبينهم فلابد من اتصال بالشباب نخرج إليهم لا ننتظر مجيئهم إلى معاهدنا ولا إلى مجالسنا بل كل من أقامه الله تعالى في حارة أو في مكان يتنبه للشباب الذين حواليه جيرانه أقاربه ويذهب إليهم هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري كان شاب من شباب اليهود ليس بمسلم يخدم النبي صلى الله عليه وسلم لما علم النبي بأن هذا الشاب أصيب بمرض ذهب إليه يزوره واغتنم ساعة من ساعات القبول حتى أخرجه من دائرة الكفر إلى دائرة الإسلام ولما أرسل سيدنا علي أرسل سيدنا مؤاد كذلك يعلمهم جانب الدعوة الفردية أن تذهب إلى الأخير لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم هذا الأمر الأول أمر الثاني بعد أن نتعرف عليهم نعرفهم نعرفهم المسلك نعرفهم الدين نعرفهم الوظيفة وظيفتهم التي أقامهم الله تعالى فيها فإذا وفقنا الله تعالى في ذلك تلقائيا ستتحول هذه الآلات من سلاح دمار شامل إلى سلاح عمار شامل هي مدمرة لهم هذه الأجهزة الآن دمرت أخلاقهم أفكارهم وقعتهم في شهوات في المصائب ستتحول الآن هذه الآلة التي لن تنفك عن أيديهم إلى سلاح يعمرون به بلدانهم فليست الإشكال في الجوال الإشكال في العقول فكيف نصيغ هذه العقول؟ ما شاء الله إن شاء الله جزاكم الله خيرا جزاكم حبيب كثير من الشباب لا يعرف كبير تقول وظيفة ما هو وظيفة للشباب؟ وظيفة الشباب الوظائف التي يشترك فيها الشباب مع غيرهم كثيرة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وظيفة من الوظائف من وظائف الشباب أن يعمروا هذه الأرض واستعماركم فيها جعل فيها وقدر فيها أقواتها فمن مهمات الشباب أن يعمروا بلدانهم وأماكنهم بما يقيم لهم العيش الهني والسعادة الأبدية فلا يتوجعون فقط لديهم بل لهم مهمات كثيرة في حياتهم أن يكونون منتجين أن يكونون فعالين أن يكونون مفكرين في الزمن الأول كان أكثر المنتجين والمصنعين هم علماء الأمة وأسماهم موجودة الخوارزمي الرازي الإدريسي عباس بن فرناس بن مرداس هذا أول من صنع قلم جاف في الشباب هجم شباب وأول من حاول وطار مرات كثيرة حتى جاء الأخوان هذين البراطانين يسمونهم الأخوان بارت مدري أخوان من وقالوا أن هذين هم الذين اخترعوا الطيران هذا مسلم هذا شاب من شباب المسلمين فكان شغلهم التفكير كيف يعمرون هذه البسيطة بما يحتاج له الناس مع صفغة الإسلام نورانية الدين أو صلوء إلى الناس اليوم نحتاج هذا الصنف من الشباب أن نبرزه في هذا الوجود المصنعين المختارعين المتقين لرب العالمين ما شاء الله حبيب سؤال آخر هناك صحابة وأهل بيت نبي محمد صلى الله عليه وسلم يقولوا بسيد شباب أهل الجنة أو إمام إمام شباب أهل الجنة وسيد شباب أهل الجنة هو سيدنا حسين بن علي بن أبي طالب ممكن تكسلنا كسرة عنهم لقدوة شباب الآن سيدنا الحسن والعزين عليهم رضوان الله تعالى وسلامه وحشرنا وإياكم في زمرتهم صاغهم نبي الله محمد هذا يكفي أن الذي صاغهم نبي الله محمد انظروا إلى النتائج والثمرات نتائج العلم نتائج الولاية نتائج الإكرام نتائج الاحترام للآخرين ثمرات التي ترقوها في الأمة من صغرهم إلى أن فارقوا هذه الدنيا فلن تجد إلا أنهم نافعين بأقوالهم أفعالهم بذراريهم بالموروثة التي تركوه فلما صاغهم النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم بعد ذلك اليد الأمينة إلى أبيهم سيدنا علي بن أبي طالب فتحمل سيدنا علي مسؤولية أن ينشع ذرية النبي لأننا نأتي في الصلاة الإبراهيمية صيغة الصحيحة صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته من ذريته؟ ذريته أو لا من ذريته سيدنا الحسن والحسين فحمل الأمانة سيدنا علي فربهم على هذه التربية الصالحة فلن تجد في زماني الحسن والحسين من أشجع منهم المتربوا على الشجاعة ولا أكرم منهم المتربوا على الكرم ذكر الإمام الغزالي قصة عجيبة في إحياء علوم الدين معهم مع كذلك الثالث الذي رباه النبي معهم سيدنا عبد الله عبد الله ابن ابن من؟ ابن جعفار خرجوا في سنة من السنوات للحج فانقطعت بهم السبل فذهبت القافر التي معهم فيها زادهم فذهبوا إلى خيمة فوجدوا امرأة عندها شاء ما عندها شيء إلا شاء فقالوا يا أمت الله أطعمين مما أطعمك الله قالت ما عندنا شيء إلا هذه الشويها اذبحوها واصلخوها واذبحوها واصلخوها وكلوها كان أهل كرم في كل مكان حتى البداوة أهل كرم فآكلوا بعد ذلك قالوا لها إذا جئت إلى المدينة فأتي إلينا وما قالوا لها نحن من فجاء زوجها وعنفها تذبحين شاء لمن لا تعرفين ونحن في فاقة وفي شهد بعدما رجعوا نزلت بهم المجاعة وانقطعت عنهم الأمطار طلع هذا الزوج مع زوجته العجوز إلى المدينة المنورة وكانوا يلتقطون النواة لاجل أن يبيعوها فراها سيدنا الحسن عرفها وهي لم تعرفه قالوا يا أمط الله أنت فلانا قالت العلم ما عرفتيني قالت ما عرفتك نحن جئنا ثلاثة قالت العلم أخذها إلى بيته وماذا أعطاها سيدنا الحسن أكرمها أفاض عليها من المال وأعطاها ألفي ألفين دينار وألفين رأس من الغنم ثم أرسلها إلى سيدنا الحسن فأعطاها سيدنا الحسن كذلك ألفين راس من الغنم وألفين دينار ثم أرسلها إلى عبد الله بن جعفر فقالها ماذا أعطاك الحسن؟ قالت هذا أعطاني ألفين فأعطاها أربعة ألف دينار وأربعة ألف قالوا ولو بدأت بي لأتعبتهما أتعبتهما لأنه يعرف أنهم أهل كرم لو ما يريدون حتى يزيد عليهم في الكرم فهم يتنفسون في هذه الفضايا هذا هو الحسن والحسن ماشاء الله جزاكم الله خيرا جزاكم استفدنا منكم كثير ماشاء الله بارك في نبوية تيفي وفي القائمين عليها وفي هذه البلاد وأهل هذه البلاد باركة لنهاية لها يعودون إن شاء الله إلى وضائفهم الأولى يصلح الله شبابهم ونساءهم وبناتهم اجعلنا وإياهم متبعين لسيد المرسلين في خير ونطف وعافية إلى حضرة النبي اللهم صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعليه صحب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم عليك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم والمغضب عليهم والدوالين آمين Jazakumullah خيرен جزا habib mashaAllah terima kasih banyak pemirsa sekalian sudah menyimak sejauh ini kalau Anda melihat keringat di tubuh saya bukan karena ruangannya panas namun karena banyak tamu spesial di sini barusan ada Habib Soleil Jufri Habib Jindan mashaAllah dan anak-anak beliau anak murid beliau mashaAllah membuat saya grogi di sini sebelah bilau juga mashaAllah jazakumullah خيرен jaza kita tutup ASSALMAILAIKUM WRAHMTULLAHI وبركاته maashaAllah MashaAllah